طيباً وحنا بنتكلم مع حضراتكو عن متابعة دائماً بنتكلم معاكو عن تحول مصر إلى الرقمانة في كل القطاعات دلوقتي نتكلم عن التحول لرقمانة في القطاع الصحي في تجربة مهمة جداً في مصر وهي التطبيب عن بعد أصبحت موجودة في عدد من الدول بعد أزمة فيروس كورونا خاصةً أن التجربة دي بتساهل الوصول للمريض في كل مكان أو تحت أي ظرف وده طبعاً للحصول على الخدمات الصحية بحلول بديلة وحلول مبتكرة تعالوا نتعرف على أهم ملامح التحول للصحة الرقمية في مصر ده اللي هنعرفه من زملنا أحمد الحسيني مراسل صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا أحمد صباح الخير يا محمد صباح الخير لجمانة صباح الخير لمشاهدي صباح الخير يا مصر بالفعل يا محمد زي ما أنت قلت إحنا في مؤتمر طبي مهم جداً بل هو شديد الأهمية مؤتمر التطبيب عن بعد وهو مصطلح ليس حديثاً ولكن جائحة كورونا وجائحة كوفيد-19 هي اللي فرضت مدى أهمية هذا المصطلح التطبيب عن بعد اليوم في مؤتمر بالغ الأهمية بتنظمه هيئة الاعتماد ورقابة الصحية بمشاركة منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة وأيضاً المستشفيات الجامعية أو المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهو مؤتمر التطبيب عن بعد هنتعرف عن هذا المصطلح معناه وفعاليات هذا المؤتمر من خلال ضفنا العزيز اللي مشرفنا دكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس لهاية العمل للاعتماد ورقابة الصحية دكتور إسلام صباح الخير وفي البداية عرفنا يعني إيه مصطلح التطبيب عن بعد صباح الخير على حضراتك وعلى السادة المشاهدين هو التطبيب عن بعد هو مصطلح موجود من قبل جائحة كورونا زي ما حضرتك تفضلت وقلت هو معناه استخدام تكنولوجيا ووسائل الاتصالات سواء كان المكتوب أو المسموع أو المرئي لتقديم خدمات الطبية سواء التشخيصية أو العلاجية وبعض الناس بيوسعوا التعريف كمان ليشمل خدمات الوقائية أو التثقيفية الصحية فده التطبيب عن بعد التطبيب عن بعد موجود بالفعل من زمان هو ممارسات بتتم في مصر من زمان بالمعنى الكبير بتاعها بعضها وفقا للقوانين واللواح والضوابط اللي بتنظم مهنة الطب أو تقديم خدمات الرعاية الصحية في مصر هو مقبول لكن بعضها غير مقبول زي مثلا دكتور يشخص مريض بمكالمة تليفون أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وده حصل كتير قوي من جائحة كورونا وبيحصل لغاية دلوقتي بس ده الحقيقة بيخالف مثلا لائحة أداب المهنة مهنة الطب وهي لائحة لها صفة قانونية يعني لائحة ملزمة لأن لا يجوز تشخيص وعلاج مريض إلا بمناظرة المريض شخصيا ده وفقا للائحة برضو ناس في مصر بيكلموا الصيدلية مثلا علشان ياخد علاج مثلا بعتلي دول فلاني ده برضو يخالف القوانين اللي بتنظم مهنة الصيدلة هنلاقي أن لا يجوز صرف دواء إلا بوصفة معادة أنواع قليلة من الأدوية اللي بتقال عليها OTC إذن يا دكتور ما هي الشروط اللي ينبغي أن نتبع حالي ممارسة التطبيب عن بعد هو ده بقى كان الدافع بتاعنا طب هل التطبيب عن بعد حاجة ضرورية ومهمة هو ضروري جدا ومهم هو بقى أمر واقع وكمان التغيرات اللي بتحصل سواء جائحة كورونا أو اللي بيحصل ومهمة في العالم والثورة اللي بتحصل في التكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلته بقى ضرورة ملحة لأنه كمان يقدر يوسع نطاقتك تقديم الخدمات لمرضة في أماكن بعيدة طيب هو علشان نخلي القوانين القديمة نطورها بقى بحيث نتواكب العصر خصوصا استراتيجية الدولة فيها جزء كبير على التحول الرقمي في مصر في استراتيجية الدولة في مصر عشرين ثلاثين علشان نواكب ده كان عملنا أربع ورش عمل ورشة عمل على البعد الإكلينيكي والطبي إزاي التطبيب عن بعد ده إمتى نقبله إمتى ما نقبلوش طبيا بحيث أننا نكون بنقدم خدمات آمنة وفعالة آمنة وفعالة ما نبقاش بنقذ مريض وفي نفس الوقت بنقدم خدمات كمان فعالة مش ما بتفدش يعني تاني حاجة كان البعد التقني أو الفني اللي فيه استخدام تكنولوجيا المعلومات دي هنعملها إزاي بدون ما يبقى فيه تسريب لمعلومات المرضى إزاي نحفظ على خصوصية ومعلومات المرضى وخصوصية المرضى وسرية بياناته ورشة العمل التالتة كانت على البعد المالي إزاي هتم الدفع في موضوع الطبيب عن بعد ده نظام التأمين هيبقى إزاي الدفع من للطبيب أو المقدم الخدمة أو من هيبقى إزاي البعد الأخير وده كان المهم هو حصيلة كل ما سبق هو كان مسودة قانون للطبيب عن بعد المسودة دي تعملت بالفعل وهيتم منقشة كل النتائك هذه الورش النهاردة في فعالية اليوم المسودة دي تم تقدمها المجالس النيابية والمشرعين في مصر علشان يسترشدوا بيها في القانون اللي هو جاري عمله يعني عمله لتنظيم عمليات التطبيب عن بعد إذن دكتور إسلام هو منظومة شاملة بيتم تأسيسها لتفعيل التطبيب عن بعد بشكل احترافي وشكل آمن للمريض خلينا نتكلم أكتر عن فعاليات المؤتمر النهاردة وأبرز الجلسات اللي يكون موجودة فيه والمشاركات كمان خاصة المشاركات الدولية من منظمة صحة العالمية منظمة صحة العالمية كانت معنا في الورش العامة للأربعة اللي قلت حضراتكو عليهم من أول يوم هم كانوا منظمين أساسين معنا وطبعا مع وزارة الصحة لأن وزارة الصحة أو وزير الصحة هو دستوريا هو المسؤول عن صحة المواطنين في مصر فكان من أول يوم احنا مع بعض هاندين هانز يقول يد بيد النهاردة هيبقى فيه جلسة الافتتاحية هيتكلم فيها القيادات وبعدين هيبقى فيه ملخص لورش العامة للأربعة دول هيتقال وبعد كده هتبدأ جلسات لمنقشة البعد الإكلينيكي والبعد الفني والبعد المالي والبعد القانوني في الآخر خالص وبعدين هتصدر توصيات المؤتمر ومعنا النهاردة ممثلين عن كل الأطراف المعنية بذلك يعني معنا ممثلين عن نقابات المهنة الطبية معنا ممثلين عن القطاع التكنولوجيا والاتصالات ومن وزارة الاتصالات معنا ممثلين عن التأمين سواء التأمين الصحي الحكومي أو التأمين الخاص أو شركات التأمين معنا ممثلين طبعا عن الوزارات والهيئات المعنية بالمنظومة الصحية المصرية دكتور إسلام أبي يوسف حابين نتكلم كمان عن الألية لتطبيق هذه المنظومة منظومة التطبيب عن بعد زي هتم تنفذها ولو في رؤية لتنفيذ هذه الألية عادة بيكون التطبيب عن بعد يعني القانون بيقول إيه المباح وإيه اللي ما ينفعش يتعمل وفقا للتطبيب عن بعد وبيكون كمان بينظم مين من حق ويقدم هذه الخدمة مين الواخد تدريب أو رخصة أو تصريح إنه يقدم هذه الخدمات ومين لأ إيه المريض اللي ينفع نتعامل معاه بهذا النظام ومين المريض اللي ما ينفعش نتعامل معاه بهذا النظام وكمان بينظم عادة في التطبيق عن بعد بيبقى فيه أبس أو أبليكيشنز أو اللي هي التطبيقات بيستخدمها المواطن أو المنتفع من النظام الصح يعني علشان يحصل على الخدمة التطبيقات دي بتسهل التواصل المكتوب أو المرئي أو المسموع أو نقل بعض الفحوصات والبيانات للطبيب أو لمقدم الخدمة برضو التطبيقات دي مين هيرخصها البيانات بتاعتها هتبقى فين الحفاظ على بيانات المرضى فيها وخصوصية وسرية هذه البيانات هايبقى ازاي كل ده هيتم مناقشته النهاردة وكل ده هو في الآخر النظام نظام حوكمة نظام التطبيب عن بعد في مصر بإذن الله دكتور إسلامة بيوسف نائب رئيس هيئة لها العمل الاعتماد والرقابة الصحية بنشكرك شكرا جزيلا زي ما شفنا يا محمد يا جمان يعني نحن أمام إنجاز كبير إنجاز جديد لمنجازات وإنجازات منظومة الصحة المصرية وخاصة الهياء العامة للاعتماد والرقابة الصحية ننتظر المزيد من هذا المؤتمر التطبيب عن بعد وتفعيله وقاليته حتى يكون منتشر بين جموع المواطنين المصريين أولا هذا الأمر الذي فرضته جائحة كورونا مؤخرا إليك محمد واجمعنا في الستوديو صبع الخير مرة تانية ترجمة نانسي قنقر